السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد القمر اليوم موجود بالجوزة طبعا بالنسبة للزوايا في زاوية وحيدة رح تتشكل اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهذه كلها الأمور الزوايا والتشكلاتها موجودة بالحلقة اللي هي الأخبار الفلكية المفصلة اللي بتنزل قبل هاي الحلقة بساعة موجودة على القناة اللي بيحب يسمعها خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود في البيت الثالث يعني اليوم الجو مستقر الأجواء إيجابية جدا يبتنشطوه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات فوضوا بثقة وجراءة حاولوا الدفاع عن مواقفكم عن قضيتكم لكن بدكوا تتجنبوا الكلام اللاذع وممكن شوي هيك تشعر بعدم الارتياح بسبب كثافة الأعمال أو الزيارات أو الاتصالات حاول أنك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميزوا بالنشاط العالي خلال هذا اليوم وقدرتكم على النقاش والحوار والإقناع ولكن على البعض ممكن تغلب بعض العصبية ممكن تسمع جواب شوي هيك يدخل الطمأنينة على قلبك أهم شي إنك ما تبالغ بمصاريفك حتى لو اضطررت أنك تصرف فلوس حاول تدقيق فيها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم الاهتمام كله رح يكون على الوضع الميزاني أو على التدقيق المالي ولكن شوي مزاجك شوي متقلب أو متوتر أو مكتئب أو زعلان متذيق من موقف ما أهم مش إنك تضبط أعصابك وتمنح حالك من ردات الفعل ولكن أغلب اليوم بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لأوضاع مالية أو ادخلوا تجربة مهمة بتمتحن موقعكم وخبرتكم وبرضو لا تجازفوا بأموالكم ولا باستقرار وضعكم المالي حاولوا تأخذوا هيك تتريثوا شوي تتمهلوا ما تستعجلوا حتى تتوضح بعض الأمور لا تبالغوا بمصاريفكم واحذروا من المنافقين ورتبوا وضعكم المالي بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم الثقة بالنفس عالية جدا رغم تراجع وطارد في بيت المتاعب اللي شوي بيعمل تقلب بالمزاج وبيجيب لك مفاجآت أو شوي بيخليك حساس الزيادة عن اللزوم إلا أنه اليوم بتشعر أنت بنشاط أكثر من الأيام الماضية وعند قدرة على مواجهة مشاغلك إنجاز وإنجاز الكثير من أعمالك المكللة إلك بتكثر المشاريع وممكن تخطط يعني هيك لا بعض الواجبات ولكن ممكن من كثرتها تداخل مع بعض بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك حدد أولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير ولكن بالتركيز وعدم التسرع بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر استقر في بيت متاعبكم فهنا اليوم الضغطة رح يكون على مسألتين المسألة الأولى اللي يعلها علاقة بالمعارف والأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فممكن تصرف شخص بتعرفه أو مقرب لإلك يتصرف تصرف يزعجك وهذا الشيء يثير حفيدتك ويخليك تعصب فعشان هيك بدك تضبط أعصابك من هاي النقطة ممكن ينال منك التعب بسبب وجود القمر في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا اليوم بدل على إنه في شوية ركود أو تأخير في سير بعض الأمور بدكوا تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي حاولوا تستريحوا بعيدين عن الأضواء ما تختلقوا الأعذار حاولوا إنكم ما تتهربوا من المسئوليات والمهمات أيضا حاولوا تعملوا بشكل روتيني ولكن زي ما حكينا بدون عصبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم النشاط رح يكون على الأمور الاجتماعية بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الأصدقاء بتكثر عندكم الاتصالات شوي ممكن يتوجه الكدعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أو المعارف بمناسبة معينة وهذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم أهميش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث ممكن تشارك بزي ما حكينا بمناسبة معينة ولكن داك تنتبه إنه تراجع طارد بيتراجع قاعد في مكان حساس اللي هو بيت السمعة اللي شوي بيخليك تتسرع أو تتصرف تصرفات ممكن إنها تشوي سمعتك أو تعمل لبس هيك ومنوع من أنواع المواجهات لكن اللي أنت بيغن عنها برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بدكوا تحافظوا على سمعتكم على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولوا إنكوا تقدموا أفضل ما عندكم عشان تقدروا تحققوا الإنجاز المطلوب أو تحرزوا تقدم أو مفاجأة ممكن هيك يجيكوا أشياء مفاجأة بالنسبة للكم كوعود أو كدعم من أحد الأشخاص من اللي بتعرفوهم واللي إلهم كلمة مثلاً أهم شيء إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وتعتبر هاي فترة مثمرة ومهمة جداً بتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت انت جاهز ولكن النقطة الثانية بتكون تحذروا أثناء تعاملكم مع الأجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد بالحوار والنقاش والأمان أيضاً اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وأيضاً اللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا أمتعتهم ووقتهم وموعد طيارتهم بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ويدرس بشكل جيد ويراجع أموره ما يعتمد على الحضوض بشكل كامل رغم أن الأجواء أصبحت إيجابية ولكن ما بشجعش على الأمور اللي إلها علاقة بالحضوض هاي الفترة حافلة بالنشاطات ممكن تلتقي أو تتلقى خبرة أو تلتقي أشخاص من خارج البلاد أو اتصالات مثلاً حاولوا تسهيل أموركم ممكن تهتموا بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعكم على الانضمام لنادي أو جمعية اللي عنده سفر طبعاً بده يرتب أموره بشكل جيد وبرضو اللي عنده امتحانات زي ما ذكرنا الأمر الثاني اللي بتكون تهتموا عليه اللي هي الأموال المشتركة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالفواتير أو الدفعات أو قضايا مالية أهم شيء ما في داعي للمجهزفات المالية مهما كانت المغريات بدك الدقيق بالتفاصيل بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً هنا التركيز رح يكون على الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك التركيز كله رح يكون على الأمور اللي إلها علاقة بمال الزوج الزوجة بنك ضريبة تهمين ميراث حقوق لا إلك بتحاول تستردها ترتب فواتير أو دفعات أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك لا تكون جارح بالكلام حاول أنك فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك وتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها أخطاعك أهم شيء ابعد عن أي مشاكل أو حدية بالطباع أثناء تعاملك مع شريكك بالمال أو شريكك بالعاطفة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة طبعا القمر موجود مقابلكم تماما هو بعزز هاي النقطة اللي لها علاقة بالشراكة ولكن من نقطة أخرى أنه هو بسحب من طاقتكم فعشان هيك ممكن سهل استفزازك خلال هذا اليوم تعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلال هالهموم المسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال علجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات هاي أهم نقطة الأمر الثاني أنه تراجع عطارد في البيت السادس فهنا الاهتمام رح يكون بالعمل وبالصحة فعشان هيك أي عارض صحي بيمر عليك لا تستهين فيه إذا كان الأمر بحاجة لمراجعة الطبيب فما تتأخرش واهتم بأعمالك ما تشغل حالك بأمور مش ضرورية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم حاذروا من التراجع الصحي ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم بتكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت تجنبوا إثارة العدوات وتجنبوا إهمال وضعكم الصحي خذوا قسط من الراحة وإهدأوا لأن الأجواء مش مساعدة لا مشاكل لا بالعمل ولا إهمال وضعكم الصحي الأمر الثاني إنه ما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى البيت الخامس اللي له علاقة بالعواطف عشان هيك ما تعتمدوا على المراهنات ولا على الحضود ولا على الأمور العاطفية وتقلبات المزاج لأنه ممكن ردة فعل بسيطة أو مزحة خفيفة ما بينك وبين الحبيب تنفهم بشكل خطأ وتصير مشكلة طريقة الحوار والنقاش بيسودها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وابعد عن الغيري والشك والأمور الأخرى برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا اليوم بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن يظهر لك اليوم لقاءات طارئة مع إخوي مع جيران بيقدر تقدم المساعدة والدعم اللازم وتعتبر فترة ناجحة ومطمئنة فيها كثير من المزايا حتى على مستوى الفن على مستوى التجميل على مستوى الترفيه يعني الأجواء فيها كثير من الأشياء المميزة ولكن حاول قدر الإمكان وهي كل الأمور ما تكون على حساب العائلة والبيت والمشاكل العائلية ضبط الأعصاب مطلوب ما تدخل بأي شيء بيتعلق بالمشاكل والمشادات والنقاشات العائلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة نشاط وحوار وعلاقات ممكن تصليحات وترميم ممكن مناسبات وزيارات أهم شيء ما تهتموا يعني ما تهربوا من المسؤوليات وما تهتموا لانتقادات الغير حتى ولو كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا أي تقصير أهم شيء ما تبخلوا على الحائلة بالعطف والنصائح هاي فترة مناسبة للارتباط وممكن تشعروا بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية الأهم إنه ضبط الأعصاب أيضا انتبهوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم لأنه سهل استفزازكم وإنتوا يعني جاهزين للانفجار في أي لحظة فأبدكوا تضبطوا أعصابكم وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بين المدن طبعا هيك أنا خلصت الحلقة ياريت إذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تحطوا لايك أو ديسلايك تشتركوا بالقناة أو يعني أي شيء بدكوا تعملوا تحت هاي عندكوا الكبسات هاي اختصرنا لكل حلقات عشان تأخذوا راحتكم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء